مرحبا بجميع أصدقاء متبع قناة فلاش تسعون دقيقة في تحليل وتوقعات مباريات يوم الجمعة اخترت 14 مقابلة من دوريات مختلفة أول لقاء السوبر الأفريقي ديربي المصري ما بين الأهلي والزمالك اللقاء سيلعب بدولة السعودية بمدينة الرياض ملعب يتسع لـ 30 ألف مشجع آخر مواجهة جماعة النادية انتهت لصالح الأهلي هدفين مقابل السفر داخل الميدان اللقاء التاريخية تشهد الغلاب الأهلي 31 انتصار مقابل 8 انتصارات للزمالك مع 19 مقابلة انتهت بنتيجة تعادل الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي الأهلي حقق انتصارين تعرض لهزيمتين مع تعادل آخر لقاء الانتصار أمام غورماهية في الدور التمهيدي لدوري أبطال إفريقية داخل الميدان 30 فارق الزمالك الخمس مقابلات الأخيرة النادي حقق انتصارين تعرض لهزيمة مع تحقيق تعادلين اللقاء الأخير الانتصار أمام الشرطة الكيني داخل الميدان هدفين مقابل هدف واحد في تصفيات كأس الكون فيدرالية الأفريقية الدور التمهيدي مواجهة قوية ما بين ناديا لكن الأهلي أكثر جاهزية من فارق الزمالك والتركيبة الأهلي أقوى من الزمالك هذا الموسم لذا أفضل توقع رشح فوز الأهلي والتتويج بلاقب السوبر الإفريقي أمام الزمالك بالنسبة للمقابلة الثانية الدوري الإسباني الجولة التامنة ريال بلد الوليد يسعب المايوركا ترتيب الناديان ريال بلد الوليد فرشبة التامنة عشر بخمس نقاط من انتصار تعادلين أربع هزائم فارق مايوركا فرشب السادسة 11 نقطة من ثلاث انتصارات تعادلين مع هزيمتين آخر مواجهة جامعة الفارقين تهج بالتعادل الإيجابي 3-3 لقاء التاريخية تشد الغالب البلد الوليد 30 انتصار مقابل 24 انتصار مايوركا مع 19 مقابلة انتهج اقتصام نقاط المواجهة الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي بلد الوليد تعرض لجلاجة هزائم حقق تعادلين اللقاء الأخير لهزيمة يوم تولجاء خارج الديار أمام إيشبيليا أهدفين مقابل أهدف واحد مايوركا آخر خمس مقابلات النادي حقق جلاجة انتصارات تعرض لهزيمة مع تعادل آخر اللقاء العودة بالثلاث نقاط خارج الميدان أمام بيتيس بهدفين مقابل هدف واحد توقع المناسب للقاء ريال بلد الوليد ومايوركا وفير إكنان أي اللقاء سيشة تسجيل هدفين أو أكثر المقابلة التالية الدوري الإيطالي الجولة السادسة ميلان يستقبل ليتي ترتيب الناديان ميلان فرش بالسابعة بثماني نقاط مناصفة مع انتر من انتصارين تعادلين هزيمة فارق ليتي فرش بالسابعة عشر بخمس نقاط من انتصار تعادلين هزيمة آخر مواجهة جمعة الناديان انتهت لصالح ميلان 3-0 داخل الديار اللقاء التاريخية تشهد الغالباء الميلان 26 انتصار مقابل انتصارين ليتي مع 15 مقابلة انتهت باقتصام نقاط المواجهة الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي ميلان حقق انتصارين تعادل تعرض لهزيمة آخر اللقاء الانتصار في ديربي أمام انتر هدفين مقابل هدف واحد خارج الميدان فارق ليتي الخمس لقاءات الأخيرة النادي تعرض لهزيمة حقق تعادلين انتصار اللقاء الأخير الهزيمة في الكأس داخل الميدان هدفين مقابل سفر أمام سصوله ناشط في الدرجة التانية توقع المناسب للقاء رشح فوز ميلان في شوط اللقاء الأول أدوة أفضل توقع للقاء الدوري الإيطالي بالنسبة للمقابلة الرابعة الدوري الألماني الجولة الخامسة بروسيا دورتموند يستقبل بوخوم ترتيب الناديان دورتموند في الرتبة التامينة سبع نقاط منصفة مع شوط كارج من انتصارين تعادل هزيمة فارق بوخوم في الرتبة السادسة عشر بنقطة وحيدة من تعادل ثلاثة زائم آخر مواجهة جمعة الناديان انتهت لصالح دورتموند ثلاثة أهداف مقابل هدف واحد داخل الميدان اللقاءات التاريخية تشهد الغالباء الفارق بروسيا 38 انتصار مقابل 23 انتصار البوخوم مع 27 لقاء انتهى بنتيجة تعادل الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي بروسيا دورتموند تعرض لهزيمة حقق ثلاثة انتصارات تعادل اللقاء الأخير لازم خارج الديار أمام الشوذغارش خمس أهداف مقابل هدف واحد بوخوم آخر خمس مقابلات نادي تعرض لشلاشة زائم حقق تعادل انتصار اللقاء الأخير تعادل داخل الميدان أمامه تلكيل هدفين مقابل هدفين فارق دورتموند مشبوع باللقاء في دور الأبطال وسط الأسبوع أمام فارق السيلشيك داخل الميدان توقع المناسب للقاء بروسيا دورتموند وبوخوم أرشح فوز بروسيا دورتموند في شوط الأول للقاء أمام بوخوم هذا هو أفضل توقع للقاء الدوري الألماني البونتسليغا المقابلة الخامسة الدوري الفرنسي الجولة السادسة أوكسيرس بالفارق ستاد بريست ترتيب الناديان أوكسير يحتل الرشبة السادسة عشر بشالة نقاط من انتصار أربع هزائم الفارق من بداية الموسم يتبين أنه سينافس على دامان البقاء ستاد بريست فرشبة الحادية عشر بست نقاط مناصفة مع فارق يلوهافر وسترسبورغ من انتصارين وتلات هزائم للإشارة فارق سترسبورغ مشبوع باللقاء دوري الأبطال وسط الأسبوع آخر مواجهة جمعت الناديان انتهت لصالح بريست هدف مقابل سفر داخل الميدان اللقاء التاريخية تشهد الغالباء الفارق بريست 13 انتصار مقابل 12 انتصار فارق أوكسير مع 13 مقابلة انتهج بنتيجة تعادل الخمس لقاءات الأخيرة لكل فارق أوكسير تعرض لأربع هزائم حقق انتصار آخر لقاء لهزيمة خارج الميدان أمام موبولي 3-2 ستاد بريست آخر خمس مقابلات النادي حقق ثلاث انتصارات تعادل تعرض لهزيمة اللقاء الأخير انتصار داخل الميدان أمام تولوز هدفين مقابل سفر المقابلة التي تنتظر فارق بريست في دوري الأبطال وسط الأسبوع الفارق سينتقل لمواجهة سالسبورغ النمساوي خارج الميدان توقع المناسب للقاء أمام أوكسير أوفر 2 أي المقابلة مرشحة ان تشهد تسجيل هدفين أو أكشر بالنسبة للمقابلة السادسة نفس الدوري الدوري الفرنسي باريسانجرما يستقبل ستادرين باريسانجرما ستنتظره مقابلة في دوري الأبطال وسط الأسبوع سينتقل لمواجهة أرسنال بملعب الإمارات بلوندون إنكلترا مواجهة قوية فارق رين ترتيب الناديان باريسانجرما في السادرة 13 نقطة مناسبة مع مارسيليا موناكو بنفس عدد النقاط من أربع انتصارات تعادل فارق رين فرشبة تامينة بسبع نقاط مناسبة مع نيس ليل بنفس عدد النقاط من انتصارين تعادل وهزيمتين المواجهة الأخيرة التي جمعت ما بين الناديان انتهت للصالح باريسانجرما هدف مقابل سفر داخل الميدان المواجهة التاريخية تشهد الغالب الفارق الباريسي واحد وأربع انتصار مقابل اثنان وعشر وانتصار رين مع تساس عشر مقابلة انتهج بنتيجة تعادل الخمس لقاءات الأخيرة لكل فارق باريسانجرما حقق تعادل أربع انتصارات اللقاء الأخير تعادل خارج الميدان أمام سطاد رين سهدف مقابل هدف رين آخر خمس مقابلات النادي حقق تعادل انتصارين تعرض لهزيمتين اللقاء الأخير تعادل داخل الميدان أمام لون سهدف مقابل هدف باريسانجرما يعاني من غيابات كثيرة قبل مواجهة فارق رين وأرسونال في دور الأبطال يعاني من غياب لوكاس هيرنانديز بالإضافة إلى ماركو أسينسيو كيم بيمبي فيتينيا بالإضافة إلى المهاجم جونسالو الراموس البورشغالي نونو مينديس بالإضافة إلى ديزير دوي أفضل توقع للمقابلة ورشح بأن كلا الفريقان سيسجلان رين بإمكانه أن يسجل هدف أو أكشر في المواجهة أمام باريسانجرما المجبوع بلقاء قوي في دور الأبطال أمام أرسونال المقابلة السابعة دوري البرشغالي الجولة السابعة إشتريل يستقبل فريق سبورشنج كذلك الفريق البرشغالي سيلعب وسط الأسبوع في دوري الأبطال في مواجهة خارج الميدان أمام بيس في أيندوفن الهولندي ترتيب الناديان إشتريل يحتل الرشبة 13 بستة نقاط مناصفة مع أروكا بنفس عدد النقاط من انتصار تلتعادل لشهزي ماشين فريق سبورشنج في الصدارة بالعالمة الكاملة 18 نقطة من 6 انتصارات آخر مواجهة جمعة الناديان تلتصالح سبورشنج ليشبون هدف مقابل سفر خارج الديار المواجهة التاريخية تشهد الغالبة سبورشنج 47 انتصار مقابل 6 انتصارات إشتريل مع 10 لقاءات انشاهوا بالتعادل الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي إشتريل برايا حقق 3 تعادلات انتصار تعرض لهزيمة اللقاء الأخير تعادل خارج الميدان أمام ريو آفي هدفين في كل شبكة فريق سبورشنج ليشبونه آخر خمس مقابلات خمس انتصارات آخر وأمام آفيس داخل الميدان تلاجع السفر أفضل توقع للمقابلة أرشح فوز فريق سبورشنج ليشبونه بفارق هدفين هذا هو أفضل توقع للقاء دوري البورشو غالي المقابلة التامنة الدوري الإنجليزي الشامبيونشيب الجولة السابعة بلايموت يسع بالفارق لوتون تاون بترتيب ناديان فارق بلايموت يحتل الرشباء العشرون بخمس نقاط من انتصار تعادلين تلاتة زائم لوتون تاون في الرشباء الخامسة عشر بسبع نقاط ملاصفة مع كوينز بارك الرينجيس بنفس عدد النقاط من انتصارين تعادل تلاتة زائم آخر مواجهة جمعة الفارقين انتهاج بالتعادل السيل بالسفر مقابل السفر اللقاء التاريخية تشهد تكافؤ 18 انتصار لكل نادي مع 16 لقاء انتصار تعادل الخمس مقابلات الأخيرة لكل فارق فارق بلايموت تعرض لتلاتة زائم حقق انتصار تعادل آخر اللقاء لازم خارج دير أمام وسط بروميتش ألبيون هدف مقابل سفر لتون تاون آخر خمس مقابلات النادي حقق انتصارين تعادل تعرض لهذه ماشين آخر اللقاء لانتصار أمام شيفل داخل الميدان هدفين مقابل هدف واحد توقع المناسب للقاء الدوري الانجليزي الشامبيونشيب أوفير اثنان أي اللقاء سيشة تسجيل هدفين أو أكثر المقابلة التاسعة الدوري البلجيكي الجولة التاسعة شارلو رويس صعب الفارق كلوب بروز كلوب بروز تنتظره مقابلة في دوري الأبطال وسط الأسبوع سينتقل لمواجهة شتروم جراج النمساوي ترتيب الناديان فارق شالور ويحتل الرشفة الخامسة 13 نقطة مناصفة مع بروز بنفس عدد النقاط من أربع انتصارات تعادل ثلاث هزائم آخر مواجهة جماعة النادية انتهت لصالح كلوب بروز أربعة مقابل هدف واحد خارج الميدان اللقاء التاريخية تشهد غالب البروز 67 انتصار مقابل 16 انتصال شارلو روي مع 26 مقابلة انتهت بالتعادل الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي شارلو روي حقق تعادل انتصارين مع التعرض لهزيمتين آخر لقاء تعادل خارج الميدان أمام أندرلخت سفر مقابل سفر كلوب بروز آخر خمس مقابلات النادي تعرض لهزيمتين حقق تلات انتصارات آخر لقاء لهزيمة داخل الميدان أمام جينت أربعة اثنان توقع المناسب للقاء شارلو روي وكلوب بروز أوفر تلاتة أي اللقاء سيساة تسجيل تلات أهداف أو أكثر بالنسبة للمقابلة العاشرة الدوري تشيكي الجولة العاشرة سبارتا براقي يستقبل فريق سيجما فريق سبارتا براقي تنتظره مقابلة في دوري الأبطال وسط الأسبوع أمام فريق شودغارد الألماني خارج الميدان آخر مواجهة جماعة الناديان انتهت لصالح سبارتا براقي أربعة مقابلة هدف واحد خارج الميدان اللقاءات تاريخية تشهد الغلبة سبارتا براقي ستة وثلاثة انتصار مقابل اثنى عشر انتصار سيجما مع أربعة عشر مقابلة انتهت بالتعادل خمس لقاءات الأخيرة لكل نادي سبارتا براقي حقق أربعة انتصارات تعادل آخر اللقاء الانتصار خارج الميدان هدفين مقابل سفر سيجما آخر خمس مقابلة حقق انتصار انتعادل تعرض لهذه ماشين اللقاء الأخير الانتصار أمام دوكلا براقي داخل الميدان هدفين مقابل هدف واحد توقع المناسب للقاء سبارتا براقي وسيجما ايه كلا الناديان سيوس الجيلان جول جول المقابلة الحادي عشر الدوري الاماراتي الجولة الرابعة العروبة يستقبل شباب أهل دبي ترتيب الناديان فارق العروبة يقبع في صبورة ترتيب بسفر نقطة من 3 هزائم فارق شباب أهل دبي فارق بتانية بتسع نقاط من 3 انتصارات آخر مواجهة جمعة الناديان انتهت لصالح شباب أهل دبي 3 مقابل هدف واحد داخل الميدان المواجهة التاريخية تشهد الغالبة شباب أهل دبي بانتصارين مقابل لقاء انتهى بالتعادل الخمس لقاءات الأخيرة لكل نادي العروبة تعرض لأربع هزائم تعادل آخر لقاء لازيمة داخل الميدان هدفين مقابل هدف واحد فارق شباب أهل دبي آخر 5 مقابلات حقق 4 انتصار مع لقاء تعادل آخر لقاء الانتصار داخل الميدان أمام الوحدة 5 اربعة داخل الميدان توقع المناسب للقاء العروبة وشباب أهل دبي ورشح الفارق شباب أهل دبي الانتصار خارج الميدان المقابلة الثانية عشر الدوري السعودي الجولة الخامسة النصر يستعب الفريق الوحدة ترتيب ناديا النصر في الرشبة الخامسة 8 نقاط فريق الوحدة في الرشبة الرابع عشر بأربع نقاط من انتصار جعاد الهزيمشين آخر مواجهة جمعة الفريقان انتهت لصالح النصر 6-0 داخل الميدان المواجهة التاريخية تشهد الغالب النصر 27 انتصار مقابل 8 انتصارات الوحدة مع عشر اللقاءات انتهوا بالتعادل الخمس اللقاءات الاخيرة لكل نادي النصر حقق 3 انتصارات تعادلين آخر اللقاء الانتصار في الكأس أمام الحزم خارج الميدان هدفين مقابل هدف واحد فريق الوحدة آخر خمس مقابلات النادي حقق تعادلين انتصار تعرض لهزيمشين اللقاء الاخير الانتصار في الكأس بدربات الجزاء 4-2 داخل الميدان توقع المناسب للقاء النصر والوحدة 3 أي اللقاء سلسة تسجيل 3 أهداف أو أكثر المقابلة 13 الاتحادي الصعب الفريق الخليج ترتيب النادي الاتحاد في الرشبة الثانية 9 نقاط مناصفة مع الشباب والاتفاق من 3 انتصارات هزيمة فريق الخليج في الرشبة الثالثة 10 بأربع نقاط من انتصار تعادل هزيمشين آخر مواجهة جمعة النادي ينتاج بالتعادل إيجابي هدف في كل شبكة اللقاء التاريخية تشهد الغالبا الفريق الاتحاد 12 انتصار مقابل 4 تعادلات الخمسة مقابلات الأخيرة لكل نادي الاتحاد حقق 4 انتصارات تعادل لقاء الاخير انتصار في الكأس داخل الميدان أمام العين 3 صفر فريق الخليج الخمسة مقابلات الأخيرة النادي تعرض لشلاجة زائم حقق تعادل انتصار آخر اللقاء لازيمة خارج الميدان 5 اثنان أمام طائي في الكأس توقع المناسب للقاء الاتحاد والخليج ورشح فوز اتحاد جدة بفارق أهدافين وإمكانية لتسجيل ثلاث أهداف أو أكثر المقابلة الرابع عشر والخشامية الدور العراقي الجو للتانية القوة الجوية أمام فارق الميناء ترتيب الناديان فارق القوة الجوية في الرشب الثانية عشر بنقطة وحيدة الميناء في الرشب الرابعة بتلاش نقاط آخر مواجهة جمعة الفارقة ينتهج بالتعادل السلبي سفر مقابل سفر المواجهة التاريخية تشهد الغالباء الفارق القوة الجوية اتناشر انتصار مقابل سبع انتصارات الميناء مع احدى عشر مقابلة انتهج بالتعادل آخر خمس مقابلات لكل نادي القوة الجوية حقق تعادلين ثلاث انتصارات آخر لقاء تعادل خارج الميدان في الجولة الأولى أمام كهرباء سفر مقابل سفر فارق الميناء آخر خمس مقابلات حقق انتصارين تعادلين مع تعرض لهجمة آخر لقاء انتصار أمام الحدود داخل ميدان هدفين مقابل هدف واحد توقع المناسب للقاء ورشح فوز القوة الجوية داخل الميدان وتحقيق أولى ثلاث نقاط في الدور العراقي أدى الأصدقاء متوقعات وتحليلي لخمسة عشر مقابلة ليوم الجمعة في الأخير حد موفق للجميع